اشتركوا في القناة الافريقية للمغنيين الافريقيين هناك جائزة افضل مغني ذكر في شمال افريقيا شاركوا من عدة دول مثل مصر والمغرب والجزائر انا اخترت لكم المرشحين من الجزائر في المرتبة الثالثة ديجي موح لم اسمع به ولا اعرفه ولكن ديجي موح في المرتبة الثالثة وهو جزائري في المرتبة ما قبل الاخيرة وهو سولو كينغ الفنان العالمي اذا اتمنى من الجامعة الذي سيصلهم هذا الفيديو الدخول لموقع الذي ساكتبه في التعليق المثبت يعني تلك الصفحة على الفيسبوك والتصويت لسولو كينغ وديجي موح وان شاء الله يكون افضل فنان ذكر في شمال افريقيا هو يكون لقب جزائري ان شاء الله اما جائزة افضل فنانة شابة انثى في شمال افريقيا فهناك العديد من مغرب ومصر والجزائر والمتسابقتين الجزائريتين هناك كنزة مرسلي في المركز الثاني وسهيلة باللجهب في المركز الاخير حيث شاركت ترشحت كنزة مرسلي باغنية قتال وترشحت الفنان الجماهيرية سهيلة باللجهب بنت العرب باغنية دنيا جديدة نتمنى من كل فنز الكنزاوي والفنز السهلاوي بالتصويت التصويت المستمر لفنانتين الفنانتين التي تشرفان الجزائر هما فنانتين ذو جيوش وذو جماهيري قاعدة جماهيرية كبيرة بتصويت للفنانتين ان شاء الله ليكون اللقب جزائري وبدون عدوة واي كلام زائد فالفنانة التي فازت سواء كنزة مرسلي أو سهيلة باللجهب المهم يبقى اللقب جزائري وليس لدولة اخرى هذا هو انا رأيي في الموضوع فالتي فازت بالجائزة يبقى ذلك الحظها وتفاعل جمهورها وليس اقلية من امكانيتها يعني ان فازت كنزة ولم تفو سهيلة هذا لا يعني ان سهيلة اقل شأنا من كنزة ولا ان فازت سهيلة لا تعد كنزة اقل شأنا من سهيلة اتمنى من فانز السهلاوي والكنانيز ان يفهموا هذا الكلام ويعرفوا ان يجب فانز الفنانتين ان يتحدى ولا ان لا يتفرق وان شاء الله افضل فنان ذكر لشمال افريقيا سوف يكون جزائري وافضل فنانة نسائية في شمال افريقيا سوف تكون جزائريا باذن الله ورسالتي من منبر قناة ابن العرب الى الكنزويين والسهلويين بتسويت وتسويت 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 المستمر شكرا لكم اذا كنت انت الذي تسمع الفيديو سواء من جمهور كنزة او جمهور سوهيلة بالاجهب او جمهور سولكينج او جمهور ديجيموح اتمنى ان لا تبخل علي بالاشتراك في القناة بالضغط على زر ابوني او سلوك سكرايبو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ودعم مقطع الفيديو باللايك وتعليق تشجيعا لنا ولتكبر عائلة ابن العرب وشكرا لكم على المتابعة والى اللقاء السلام عليكم